السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عنا ايباد 7 اصداره 17.4 اخر تحديث اللي هو تحديث من ثلاثة ايام اربعة ايام. بنا نعمله تخطي لحساب الاي كلاود بطريقة مجانية بالكامل مع تغيير السيريال بدون الحاجة لكابل دي اس دي او اي كابل غير الكابل العادي. يا ريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. والله يا جماعة بتعب عشان حاول قدر المستطاع يكون الفيديو الادوات اللي بستخدمها مجانية. العملية اللي رح اشرح لك اياها الان بعشر دقائق. انت رح تشتغلها بكل سهولة. انا يمكن اكتر من ثلاث ساعات وانا بعمل تجارب عشان اسهل عليك هاي العملية تكون سهلة وتزبط معك بشكل مجاني بالكامل. فلا لا يعني لا تنسى اللايك ولا الاشتراك بالقناة تشجعونا نكمل بهذا المحتوى. زي ما انتم شايفين شاشة تريو تولز. الاصدار 17.4 اخر تحديث للايو اس. لو اجينا هنا على السمارت فلاش هذا البيتا اخر تحديث نازل للاصدار. طبعا والجهاز مسكر اي كلاود. زي ما انتم شايفين. اول شغلة رح نحتاج ان نعملها لازم نغير السيريال النمبر تبع الجهاز. شو رح نستخدم? رح نستخدم اداة اي تي ان لوك. رح تحكيلي اي تي ان لوك مد اه مدفوعة. رح حكي لك نعم الاداة مدفوعة ولكن الجيلي بريك والبيربل مود هدولة التنتين مجانية في الاداة. احنا لما نستخدمه البيربل مود وبرضو رح نستخدم الجيلي بريك. يعني رح نعمل الجيلي بريك للجهاز. رح نعمل بيربل مود عشان نغير السيريال نمبر. شو الخطوات عشان نغير السيريال نمبر. رح اترك لك طبعا رابط الادوات موجودة بالوصف. زي ما انتم شايفين تاب. بسكر اي كلاود. وعلى الشاشة الرئيسية باجي بكبس على بوت جهاز هون رح يتحول لوضع. زي ما شفتو مجرد ما كبسة بيربل فتحت معي الشاشة هاي واعطاني. الآن بضغط مع الباور والهوم. بشكل سريع. وبنتظر العداد لغاية ما يسير عند الرقم سبعة. بفلة الباور. وبضل ضاغط على الهوم. بعطي اوكي. وبعطي ستارت. الجهاز دخل في وضع ديفيو مود ولكن الزر هون مش مفعل. فشو بعمل? بروح على فكس درايف وبضغط فكس درايف. ليش عمل هيك? لاني تأخرت بالثواني. زي ما شفتو اعطى الزر. الآن بضغط عليه. هلا راح يدخل الجهاز بوضع الباوند. الطريقة اللي بشرحها للايباد سيفن. عشان اكون واضح. عشان ما حدا يكتب لي بتنفع على جهاز كده. هو انا بسألني بدك تغير السيريال النمبر لهذا السيريال النمبر. هذا السيريال تبع الاداة. هاي. ولكن اه بنفعنا. يعني احنا بدنا اياه. عشان بدنا نغير السيريال النمبر. بحكي له يس. بلش يحمل. انا ما بده احكي لك تفاعل الاداة عشان تعمل الامر من الاداة. لا بده خليك تستخدم اداة ثانية مجانية. نفعل فيها الجهاز ناكتبه. ولكن بدنا نجهزه. اول شي بالكامل. هايو بعمل بوت بيربل الجهاز. ننتظر لايكتمل. شوف هون الالوان كيف صارت على الشاشة. بدون الحاجة لأي كابل غير الكابل العادي اللي بتستخدموه للجهاز. هون اعطى خطأ. وبحكي لك انه اعمل لاود للبورد. بنروح هون بنكبس على هاي. بطلع لي هون خيارات. بكبس عليها بروح على كوم اتنين وعشرين. كوم واحد انسا. تكبس على كوم اتنين وعشرين. زي ما انتم شايفين كتب لنا هون سيريال لحاله. سيريال الاداة. شو بعمل بخليه زي ما هو. بروح على رايت وبكبس رايت. بحكي لك بدك تسجله بعمل اس. هون اعطاني انه سكسسفولي بروح هون وبكبس على ريبوت. الخطوة الاولى خلصناها. غيرنا السيريال تبع الجهاز للسيريال اللي كان ظاهر امامكم على الشاشة. اذا انتبهت باول الفيديو شو كان السيريال في ثريو تولز نسيت او رجيكم اياه. الان السيريال صار اللي هو موجود اللي كان مكتوب الان هون من الاداة الخاص بالاداة. هذا السيريال اكتف تقدر تفعل عليه اي جهاز. ننتظر للجهاز يفتح. فتح الجهاز بعمل ترست. زي ملاحظته هون السيريال هي تغير. اذا بتشوفوا اول الفيديو شو بكون? والان صار هاد السيريال. هيك احنا غيرنا السيريال. الخطوة التانية بروح على جيلي بريك. وبضغط جيلي بريك. برضو رح يطفي الجهاز. ويدخل في وضع الريكافوري. برجع لنفس العملية. بضغط ستارت. مع الباور والهوم. وبنتظر العداد يصير لعند رقم سبعة. تمانية سبعة. برفع ايدي عن الباور. بظل ضاغط على لهم. ليش سبعة? لانه اذا فلدته على تمانية رح يرجع يشتغل معك الجهاز. فما علش خليه يعطي معك الخطأ هاد. ولكن. اي يعني اه موضوعه سهل. الجهاز دخل في وضع الدف يموت. برجع بضغط مباشرة على جيلي بريك. هون الجهاز رح يعمل الان جيلي بريك من الادا. بدل ما نغلب حالنا وننزل اداة شكرين. نشتغل عليها. هيك اشتغلنا شغلتين بالاداة بطريقة مجانية. طبعا انا جربت هاي الطريقة على لاب توب تاني عشان اتاكد انه الاداة بتعطي اه بتتغير سيريال بشكل مجاني على اداة مش مفاعلة. عجهاز مش مفاعل عليه الاداة. زي ما شفتو اخد جيلي بريك. واذا لسه مش كابس لايك كبس لايك. والله اللايك مجانا يا جماعة. فتح الجهاز. نعمل الترست. زي ما شفتو اخد الجيلي بريك وعطاني هون. انه جيلي بريك. زي ما شفتو على ثريو تولز. وهو برضو اعطاني. انه جيلي بريك. بسكر الاداة خلصتها من هاي الاداة. نيجي على الاداة الثانية برضو راح اترك لك رابطها بالوصف. الاداة مجانية شرحت عليها اكثر من فيديو. هاي هي الاداة. مباشرة عشان اتفعل سيريال تبع الجهاز على الاداة بشكل مجاني. الاداة مجانية بالكامل. تكبس على سيريال نمبر هون. بنسخ لوحده. وبتكبس على هاي الزائد هون. تفتح معك هاي الشاشة. مباشرة بتعمل لسق. وبتعمل ريجستر. اعطاني هون سيريال نمبر سكسسفولي ريجستر. خلص بسكرها. وباجي هون وبكبس ستارت. هون زي ما شايفين قارئ انه جل بريك. وهون اعطاني باي باس سكسسفولي انجوي. وهيك يا جماعة. بنكون عملنا كل الخطوات بشكل سريع. موضوع ما اخد معنا خمس دقائق. ولكن بصراحة الي تلات ساعات بعمل في هاي العمليات لغاية ما طلع معي. يعني اقدر اعملكم اشي بشكل مجاني. زي ما شفتو. جهاز فتح. وهي الجهاز. وهي الاعدادات. وهي الاي كلاود ما فيه. وكل الامور. تمام. هذا كان الفيديو لليوم. ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو. نراكم في فيديو قادم. لا تنسان باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.